فعلا بقى نروح للزبالك الزبالك مع فريرة بدأ باربعة 3-3 وبعدين تحول الفترة الاخيرة الى 3-4-3 هل في تغيير حسه فنيا في الفريق؟ هو بدأ باربعة 3-3 لأ وكان لابدأ بأسوان بلعب زي تشلسي أنا كنت تعجبيني اللي هو تلاتة مدافعين عبغاني وعلاق والوينش والوينش ثم الاطراف اللي هم دول أنا شايف انه زي لك قدم قدام أسوان واحد من أفضل أشوات أنا كنت مستمتع وانا بقى سراجة قدام أسوان بس إن إسماعيلي كان أحلى ده كان البداية ده كان البداية قدام أسوان ثم شو طلق وانا قدام إسماعيلي فانت عارب إيه انت بردك النهاردة بتحاول تستفيد من اللعيبة اللي موجودين عندك وتحاول تدي مساحة أكبر للأطراف عشان نقدر تهاجل وتصنع بس إنت من الغرائب إنك شايف أداية ذلك فأسوان كان حلوة رغم إنه جمهور كان زي عليك جدا عشان تأشيره شوط تاني عشان انت مساحة تبقى ستيكة كل العملات في شوط الأولاني عارف أما تبقى مثلا إيه عامل كل حاجة حلوة وهي أنت قم جديد من لخبط ده إذن لك كل الحاجات الحلوة اللي عامل في شوط الأولاني أما ساحة شوط تاني وكأنه مثلا بقى فريق تاني عارف مثلا إيه كأنه مثلا إيه الزمالك يتغير ويجاب مثلا فريق مثلا إيه طمانشار سنة يلعب فنازل محضوده متوتر وبتاعف فسامح لأسوان يعمل له وعايزه وأسوان تجرق عليك وبقى عنده إحساس إنه هو ممكن يتعادل فبقى ده يهاجم وجاله وضرب جزائفة تطوط سكرة تاني واترتك فانترجعت قمت ملخبط بقى قمت جايب بطلق حازمه ده مش عارف عبغاني نحي يمين أنا شايف إنه ده إن ذا هي مشكلة الزمالك إنك ما عندكش الوفرة عادية إنت النهاردة بتتكلم لو لما بتلعب التلاتة اللي هم الوينش وعلاق ومحمد عبغاني من المديل طب لو يقدر الله مثلا وحمود علاء مش يلعف ماتش القب كده بقى إيه دي النقطة يعني من المديل لو حد يلقدر الله مسلا خد انظارين أو أصيب هيلعب ما أنت لازم تبقى التطريق اللي أنت عاملها هتكمل بيها فبتاخد ده أجاد الزمالك أنا شايف إنه زمالك قدم أفضل وإنه زمالك في أسوان كان كويس ثم في الإسماعيلي كان الأداء أفضل من ده فكرة اللي لعب إن أنا أحط مرة أوباما راس حربة وهمي وإن أنا أنازل أنا شايف إنه إنه ده كان شيء إيجابي أيضا من بييرة ده اللي بقولك علي أنا أقاعد طول ما أنا ده واضح إن الجهاز الفني للزمالك سواء الأجنبي أو المصري عارف مشغولين بأن إزاي نطلع من العائلة الزمالك أفضل ما عندهم يعني إحنا إيه بص أنا إيه ينزل عمر السعيد مش موفق وهو بادئ لو شفت عمر السعيد في مقراطة اللي بدأت عمر السعيد عمر السعيد مش موفق شف لما ينزل بديل عمال عارف إيه أنا إيه ببدأ ومنازل ما يحفزه لأنه لما عمر كان بادي كنت حسنا كراطة العرضية ما بتتلعبش مجرد ما بيطلع تحس إن مثلا زلك إيه وفراته عمالي أكتر معادلة غريبة يا جماعة إزاي تبقى المؤيزة يبقى عندي رأس حربة صريح وقدرته على التعامل بدربات الرأس كويسة وملعب له شي